السلام عليكم اهلا بكم في وصفة فكر النهاردة هنعمل مع بعض وصفة الرز بلبن وصفة حلوة جدا ومحببة جدا لقلبي هنعملوها بطريقة مميزة وهتكون ممتازة جدا فيها وهنعملها كمان افضل من المحلات تعالوا نشوفوا ازاي الوصفة بتاعتنا هتكون كريمي وطعمها خطير وسمش هتعرف يتفرق بين اللبن وكمان بين الرز يلا نشوفوا السر الخطير بتاع الرز بلبن وكمان هقولك على تكات وتفاصيل يمكن اول مرة تسمعيها وزي ما متعودين في القناة هقولك على البدايل وانتي لك الاختيار هنقوله على المقدير المزبوطة جدا والمعيار المزبوطة بالنسبة للكوباية الرز عليها قدقي لبن وعليها قدقي سكر وكل حاجة هقولك عليها بالتفصيل وكمان كل حاجة بنقولوها جوه الوصفة بنسيبها في صندوق الوصفة تقدري ترجعي له او تعملي سكرين يلا نشوفوا الوصفة بتاعتنا بس لو اول مرة تشوفيني انا بس مودي كنوتي بتمنى الفيديو يعجبك والوصفة لو عجبتك اعملي شير لكل حبيبك عشان الكل يستفاد حتيلي لايك حلو زيك وكمانت ومستنية رأيكم تجربوا الوصفة وتقولولي ايه رأيكم فيها ويلا بينا نشوفوا المقدير بتاعتنا ونشوفوا ايه الوصفة وايه مكوناتها عندي كبايتين من الرز البلدي كبايتين الرز بنقياهم وغسليهم بلاش تخسليهم قوي علشان ما تضيعيش النشا اللي فيهم لاننا هم يحتاجينه في الوصفة بتاعتنا كباية الرز المفروض ان هي عليها كيلو لبن كل كباية رز قصادها كيلو لبن بس للامانة ولمصدقية انا حتى كبايتين الرز عليهم كيلو ونص من لبن وكان كافي وكويس جدا وكريمي واللبن زيادة مش حاسة ان هو ليل ولا اي حاجة انا حاولت بس اقولك وانتي برضو براحتك احنا بنقوله المعيار المظبوط بس ما تحاوليش تقليلي عن كده لو انتي هتحطي 2 كيلو على الكبايتين او تحطي كيلو ونص زي كده المهم عايز اقولك بس تكاية بسيطة الكبايات دي مش الكبايات المعيارية كبايات المعيارية بتاخد حجم اكبر وبتبقى كمية الرز اكبر فدي كبايات اللي هي كبايات الشاي العادية بتاعتنا اللي موجودة في كل بيت يمكن علشان كده انا ضيفت كيلو ونص بس نزلت في الحلة كده وحطيت عليهم رتل من المية وهرفعها على النور اهم حاجة في الرز بلبن من وقت للتاني ان انتي ما تنسوهش كده هو اساسه اساسه التقليب ان انتي اهم حاجة من وقت للتاني تقلبي فيه سيبيه كده على نور هادية وابعد غطيه سيبيه يغلي مع نفسه لغاية ما يتهرى خالص حاول ان انتي تخليه يستوي لغاية ما يتشرب كمية المية اللي فيه فيه ناس بتحط مية اقل من كده انا بحاول احط كتير علشان ياخد راحته في السوا ويكون مهري خالص ومسلوق معي كويس جدا بعد ما خلاص خد الغليان بتاعه وخد وقته على النور وحاسيت ان المية اتشربت حاول ان انا اقلبه المين وشميل من وقت للتاني علشان ما يلزقش او يعملي تكتلات او حاجة زي كده بس هو ما شاء الله ما عمل ليش اي حاجة من حاجات دي اخدت حاجة بسيطة من الرز اعمل لها تست كده واشوفها استويت ولا لأ لقيتها ما شاء الله اتسلق كويس جدا وبقى دايب كده دو بعد كده هنزل باللبن قبل ما تنزلي باللبن لو حسيت ان المية او السويل في الرز اللي اتسلق فيها كتير تقدري تصفيها عادي جدا في الحود وترجع الرز في الحلة تاني انا زي ما شفته ما كانتش يعني مية فيها كتير والحاجة دي كانت ما تسكرش اللي هو شربة كده وحتى المعيار المزبوط هنا بقى عندي معلقة كبيرة من وش اللبن تقدري تجيبي كريمة لباني ده ليه بديل اللي هو الكريم شنطين وتقدري تعملي زي كده وتديف اللي اتنين بتغنيلك كده الطعم اكتر وبتخليه طعم كده بتوديف حتة تانية تعالوا بس نقولوا على كمية السكر كيلو اللبن مع كوباية الرز عليهم كوباية واحدة من السكر بنفس المعيار الكوباية اللي انت عيرت به الرز بتاعك تقدري تقليلي وتزودي لان كلنا بنختلف عن بعض في ناس بتحبهم حلوين في ناس لأ انا بصراحة ضفت كوباية ونص يعني النص ما كانش اللي هي مليانة اوي وحاولي عشان تكوني في الامان اكتر ان انت تنزلي بالسكر تدري جيا كده ودو ايه من وقت للتاني لغاية ما تحسي الطعم اللي انت محتاجاه هو ده المزبوط تعالوا هنا بقى كده سبته على النار ولا هو نار عالية ولا هو نار يعني هدية يعني وسط كده ومع نفسه برضو محاولتش ان انا غطيه يا اما ممكن تغطي كده اللي هو الطرف كده بسيط خالص بعمل ايه هنا جبت معلقتين من النشا مش مليانين اوي يعني وجبت كيس كريم شونتي حطيت ده بولا وده بولا وابتديت اخففه بمية هخفف النشا بمية وهخفف الكريم شونتي بمية تقدر يتخفيفيهم بلبن براحتك خالص كده او كده اللي اتنين ينفعه اخر حاجة هنزلها النشا والفانيليا دي اخر حاجة خالص دلوقتي هياخد الكريم شونتي اللي انا خففته بمية او حابة ان انت تخفيفيه بلبن زي ما قلتلك اللي اتنين ينفعه وطالما الرز بتاعي خلاص استوى اللي هو مش هتحطيه خلاص تاني على النار هيستوي ويبقى تمام وزي الفل هبتدي انزل بي الكريم شونتي وبعد كده انزل بالنشا وبعد كده اخر حاجة خالص الفانيليا في ناس بتحط النشا على الكريم شونتي على الفانيليا في بولا واحدة وبتقلبهم سواء بمية او بلبن وبتنزل بيهم برضو دي حاجة ترجع لك انتي انا بس بحاول زي ما قلتلك كل شيخ وليه طريقة نزلت بكمية كريم الشنطين اللي عندي وهبتدي اديها كده تقليبة بسيطة ومجرد ان هو اول ما عمل كده فقاكيع من على الوش ابتديت انزل بالنشا وطبعا النشا عشان ما يبقاش فيه تكتلات او يلزق من تحت ايد بتحط بتصبي النشا والايدي التانية مسكى المضرب اليدوي بتقلبه كويس جدا علشان ما يحصلش تكتلات او يكون فيه كلكيع كده معاه فاحنا عايزينه كريمي وانسيابي خالص كده وهيبقى ان شاء الله معاك وزي الفل اتبع بس الخطوات وامشي عليها واحدة واحدة وهو هيطلع معاك يعني هتطلعي استاذة فيه وفعلا احسن من المحلات يكفي ان هو من ايدك وانتي ضمن النظافة بتاعت الحاجة اللي انتي بتعمليها طبعا خلاص مش هينفع كده ان انا اسيبه على النار خالص بعد ما اتحطت النشا لو سيبتيه على النار واقعتي تقلبي فيه هيغلي هيتحول لمهلبية واحنا مش عايزين الكلام ده خالص هبتدي بقى انزل باخر حاجة خالص بعد ما قلبته كويس جدا جدا وعادي كده شوية اقلبي فيه علشان ما يحصلش تكتلات او ان هو يلزق منتعه عندي كسين فانيليا هنزلهم عليه وخلاص كده هطف النار وهبتدي افرغه في الاطباق كوباية الرز زي ما قلنا عليها كوباية سكر وعليها كيس من الفانيليا وبرضو كل حاجة هكتبها لكم في صندوق الوصف وهكتب لكم ان كوباية الرز عليها لتر من اللبن او كيلو من اللبن برضو لو انت حابة تقللي زي كده كيلو ونص برحت بس انا زي ما قلتلك على حسب الكوباية بتاعتي ان هي انا شايفاها حجمها صغير فكيلو ونص اللبن جي عليها كويس جدا لو هتعيري بكوباية مية كبيرة او كوباية المعيارية خلي الكيلو قصاد الكيلو من آآ الكيلو اللبن قصاد الكوباية بتاعت الرز بتاعتك عشان يكون حن ويطلع معاكي كده انسيابي ما يبقاش محجر وينشف منك في التلاج وكمان هقولك ازاي تحتفظ بيه لو انت عايزي كده يفضل زي ما هو كأنك لسه عاملين طفيت عليه وهبتدي بقى فرغه كده في الاطباق واحنا بنفرغوه مع بعض في الاطباق بتاعته او بنغرفوه مع بعض في الاطباق هقولك على حاجات كده بسيطة تحاول ان انت تعمليها وتتبعيها هيطلع معاكي زي الفل لو انت من الناس اللي بتحب الوش بتاعه وناشف من فوق شوية وفيه كرمشة تقدر يتحطيه في التلاجة وما تغطوهش بأي حاجة وهو وشه هينشف لوحد لو انت زي بقى وما بتحبيش كده ودايما بتحبيه ان يكون انسيابي كده وكريمي انا بصراحة بحبه كده حاول ان انت لما تحطيه في التلاجة بس اكيد طبعا لما ببرد خالص حطيه في التلاجة حاول ان انت تحطيه في التلاجة وتغطي الوش بتاعه حتى لو ما عندكش حاجة تغطي بيها ممكن حتى لو كيس الكيس النايلو العادي بتاعنا ده تبضلي تغطيك كله تحاولي ان انت ما تخليش التلاجة الهوى بتاعها او التبريد بتاعها عليه كده على طول منه فيه لازم يكون فيه عزل وكمان لو انت حابة ان لون الوش بتاعه يتغير كده من فوق زي ما الناس بتلاقي كده في المحلات لونه غامق شوية تقدر يتحطيه في الفرن بس طبعا اكيد مش الاطباق دي اكيد اطباق تكون تخش الفرن عادي تحطيه كده وشغالي عليه الشواية هيديك اللون الحلو ده من فوق وهيطلع زي الفل كده او كده بس انا بصراحة ما بحبش الوش بتاعه ناشف خالص ولا انا ولا اولادي وكمان عايز اقولك على تكاية في ناس بتدفله جوز الهند لو انت بتحبي من جوز الهند تقدر يدي فيها على الرز بلبن بتاعك مع الكريم شونتير مع يعني اخر حاجة خلص تقدر يدي فيها برضو ممكن يدي له تطعيمة حلوة ممكن بس انا بصراحة ما جربتهوش لان احنا من الناس اللي مناش بصراحة في جوز الهند لو انت بقى بتحبيها تقدر يدي فيها طبعا كوبايتين الرز بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين عاملين كم طبق والطبق كمان اللي هم ورا دول كبار بسم الله ما شاء الله تقدر يتزيني الوش بتاعك باي حاجة مكسرات انت بتحبيها اي نوع انت بتحبيه هوريكو هنا قد ايه هو انسيابي وقد ايه ما تحسيش ان فيه اصلا رز خالص باين او واضح كاني معمول في الخلاط كاني مضروب بالهند بلندر ما فيش فرق بينه وبين اللبن حاجة كده طرية خالص وكلها سلسة كده وجميلة وعايز اقول لكم ان ريحتها يعني ريحت الرز بلبن كانت خطيرة خطيرة الوش بتاعه زي ما قلتلك تقدر يتزيني باي حاجة انا حطيت ع الوش كده زبيب وحطيت بس سوداني السوداني دوت سوداني حلويات مش مملح خالص وابتديت ان انا قدمه كده وسبت كم طبق كده سيدة لاني عندي اولادي ما بيحبوش عليه اي حاجة بتمنى الوصفة تعجبكم وبتمنى ان انتم تجربوها وماكونش تقلت عليكم او طغلت عليكم وبتمنى تجربوها ومستنية رأيكم في الكومنتات وتقولولي افكار نقدموها مع بعض الفترة الجاية ياريت لو الوصفة عجبتك تشاركيها كده مع كل حبيبك وتعملي لايك وشير الوصفة وفكرة واسبكم في رعاية الله مع وصفة جديدة وعا السلامة